السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير يوم ان شاء الله سأريكم طريقة تندي من خزانة البطانيات والفوت بطريقة جميلة جدا نبدأ على بركة الله أول شي سأريكم طريقة طي الفوت بهالطريقة اللي كتشوفوا معي في الصورة كي جوم زون بزف بهال الشكل عندي هنا مجموعة من الفوت بألوان مختلفة عندي هاد الفوت كامل بهم نفس القياس أنا عندي هاد قياس هذا ماشي مشكل يكون قياس كبير ولا صغير على هذا اللي عملت به أنا مهم هو أنه يكونوا كامل بهم بنفس القياس كناخدوا فوتا وكنعملو هاد طاية هادي والطاية الثانية بهات الشكل هادا غان نركزوا على هاد تيجا هادا ديال الفوتا هو اللي غادي يكون عنا في الواجهة ديال الفوت اللي غايكونه مرتبين غا ناخد فوتا لون أزرق حتى هي مطوية بنفس الشكل ديال الفوتا البرتقالية غادي نوضعه من ديك الطرف وغا نطوي عليها الفوتا البرتقالية هاكذا هاكذا دابا غا ناخد الفوتا البنفسجية هاد الجيها ديال الفوتا تكون من داخل وكما قدكم الجيها اللي ما فيها شي الطايات هادي هي اللي غا تكون في الواجهة دابا غا ناخد الفوتا الزرقاء وغادي نطويها على الفوتا البنفسجية غادي نكمل بنفس الطريقة حتى نسالي الفوت اللي عندي كاملين ماشي موهم العدد ديال الفوت كل واحد وش حالكي بغي يعمل وفيما نجي نحط الفوتا نتأكدو ان الجيها اللي ما فيها شي الطايات هي اللي في الجيها الامامية ومن نبغي نوضع الفوتا نضغط بيدي شوي على الجيها الداخلية ديال الفوتا باش ما يجيو ناشي منفخين شوفو الالوان كيفاش كيجيو مختلفين كيجي الشكل ديالهم مزيون بزاف حتى اذا كانوا عندكم فوت في نفس اللون يمكنكم تعملو هاد طريقة غيشنو غاديجي لون واحد من الاحسن كيكونوا فوتا تملونين كيعطيو منظر اجمل والطريقة ديالهم ساهلة ماشيش حاجة اللي صعيبة هكذا دابا غادي نجيب جوش ديال الفوت بويت مربعين كيما كتشوفو معايا في الصورة غادي نعمل الطاية الاولى على شكل متلت ونعاود الطاية التانية تانية غادي عطني الشكل متلت وفوتا الثانية حتى هي نعمل بنص طريقة ها هما ودابا غادي نوضعون فوق الفوت بهاد الشكل اللي كتشوفو غادي نجيب ثلاثة ديال الفوت في اللون الاحمر وغادي نبدأ نطويهم بنفس الطاية لطويت الفوت الاخرى طاية الاولى ثم الثانية ودابا غادي نبدأ نلويهم بهد الشكل هذا اللي كتشوفو معايا صافي ودابا غادي نوضعهم فوق الفوت نوضع جوجح دابعتهم والثالثة فوق منهم من بعد ما انتهيت من الفوت دابا غادي ندوز نوريكم طريقة طاية ديال السبانة والليزار السبانة ديالي انا طويتها وخليتها على الطاولة ديالا وغادي نبدأ نسني جيها من اليامين وجيها من اليسار بالنسبة للقياس كل واحد يعمل قياس اللي بغا على حسب الخيزانة ديال الواحد صافي دابا نوضعها على الجانب ونجيب دابا الغشا ديال المخدة انا عندي مخدة طويلة غادي نطويها على جوج بالنسبة للناس اللي عندهم مخايد صغارين كيكونوا النص ديال هادي يعني ما غا تحتاجوشين ها الطاية الاولى اللي عملتها انا دابا هاكدا غا تكون عندكم قياس ديال مخدة ديالكم وغادي نبدأ نطويها مرة الاولى ومرة تانية هاكدا نخلي وجيها ديال الزواقه من الامام وغادي نبدأ دابا نطوي طاية على شكل متلت من اليمين ومن اليسار بالشكل اللي كتشوفو معايا دابا غادي نجيب الصابانة ديالي وغادي نوضع الغشا ديال المخدة فوق منا من الجيهة اللي ما فيها شي الطاية كتب قزواقه كتبان من الامام وبالنسبة للحواشي اللي بقاولي في الجناب غادي ندخلهم في اخر طاية في هادي بهات الشكل هادا ومن الجيهة اخرى كذلك بنفس الشكل فهات الجيهة اللخرانية صافي هادا هو الشكل النهائي ديال الصابانة كيفاش كتجي كيجي من منضر ديالا مزي من في الخيزانة احسن من الطاية العادية الان غادي ندوزوا باش نوريكم طريقة الطاية البطانية بهات الشكل كتشوفوا معايا طريقة ديالا ساهلة جدا انا اطلقت البطانية وعمت لها الطاية وقياس خليته على حسب المساحة اللي عندي في الخيزانة كي ما كتشوفوا معايا هادا هو العبر اللي خليت انا دابا غادي نبدأ نطوي بهات الشكل هادا هاد طريقة ساهلة بزاف يعني ما فيها شي شي حاجة اللي صعيبة وكتجي في الشكل ديالا احسن من الطاية العادية اللي كنتويوها دابا غادي نوقفه انا خليت جيها ديالا لاماك هي الامامية كي ما كتشوفوا معايا غادي نجيب الريضة انا استعملت هاد الشكل هادا يمكنكم تستعملوا الريضة اللي كتجي رقيقة ولا يمكنكم تعملوا السينتام ويمكن الواحد واشنوك يبغي يعمل غادي نوضع على بطانية بهات الشكل هادا غادي نجيب الريضة اللي كتشوفوا بطانيات السابانات والفوت الاخرى كيفش مرتبين في الخيزانة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة